اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لقد علمتنا وربيتنا ولن ننسى افضالك ابدا اسمع يا قماس اليك رصية اخيرة سأعلن عليك امام البناتع وفخر الدين الله على ما اقول شهيد الموت على الناس حقا قيماز الاولاد في رعايتك يا قيماز مولاي بل في قلبها مولاي مظفر الدين يتولى عرش اربيل تحت وصايدك الى ان يبلغ سنا الحكم السمع وطاعة لك يا مولاي شفاك الله يا ابي اطال الله عمرك يا ابي كنت له خير منصح كما كنت لي دائما اجل يا مولاي سلمى في رعايتك يا قيماز يوسف في رعايتك بل في قلبي يا مولاي تذكر قول الله تعالى يا قيماز واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا ستكون بالخير يا مولاي هل تقسم على ذلك يا قيماز امام بنافع وفخر الدين اقسم يا قيماز اقسم 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 بالله العظيم اني ساكون خادما البيت السمي خادما اميلا طوال عمو اقسم اتحاب ولا تتخاصم ولا تتقاتل اقسم اقسم البيت السمي لكل الناس اقسم 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 ي في كل زمان أبطال ورجال مضرب أمثال فرع العزة تلس الأجيال ليس منال المجز مخال تنشق الأرض والذئب الأزرق يوطر أذئب الأزرق أذئب الأزرق تنصد قلول أذئب يقول وتنصد قلول أذئب الأزرق في ميدان الحر وفي الأحطان السر يقول هنا وهناك يقول ويأثر قلبك ويأثر قيداً موسيقى قحر العشاق غريب موسيقى عهد الأحكاب مصدور عهد الأحكاب مصدور ويعرف من يداه الملحون ويطفق قلب مطور الحلم يخيق والوهو صديق والغتل الغتل رفيق العريق الناس على كف الأخضار والدنيا تضحك بالمغضار وتدور مع الزمن الزوار وتعيد القسمة والأطوار وبإذن من عند الرحمن ترتفع الصيحة في الميدان ونشيد قلوي والألحان الله أكبر الله بعيد والحب المتين والعسلة في الدنيا والزين الله نصير للزينة الله أكبر الله أكبر وإننا لننتهز هذه الفرصة لنهنئ مولانا مظفر الدين على تسلمه الحكم وفقه الله ورعاه قولوا معي حفظ الله أميرنا مظفر الدين 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 فرح الله أميرنا مظفر الدين ماذا بك يا قيماز أراك محموماً مجغول البالي على غير العادة لا شيء يا خديجة لا شيء لا شيء أنا خديجة يا قيماز خديجة أتظن أنني لا أعرفك عندما تكون محموماً ومشغول البالي في أمر ما ماذا بك إن هذا الأمير مضفر الدين أجل مضفر الدين ما تفعل مضفر الدين فصل جميع القائمين بالعمل الذين عينتهم وعندما نقشته في الأمر صاحة وهاجة وماجة وصرخ في وجهي رفع صوته عليك اهبأ قليلاً وقل لي ماذا قال لك بالضبط قال أنا أمير أربيل ولا استأنت وليس هذا من شأنك وعندما نقشته في أمر الضرائب التي رفعها عن الناس قال أنت لا تريد الناس أن تحبني أنت تفتحق هذا يا قيماز بل أكثر منه لأنك أنت الذي تركته على عرش أربيل وأضعت الفرصة من يدك عندما سنحت لك أنسيت يا خديجة أنني أقسمت لزين الدين وهو على فراش الموت على الولاء لأولاده من بعدي أقسمت 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 ألا تكف عن تثقيري دائماً بهذا القتم يا رجل خديجة ليس من شام قيماز أن يحنث في يمين قطعه على نفسه قط إذن فلا تشك الأمير الصغير وتعنده معك مرة أخرى خديجة اتركيه الآن يا خديجة ودعيني أفكر في الأمر أما هذا الأمير الصغير فسأعرف كيف أؤدبه سأعطركك يا قيماز ولكن تذكر دائماً دائماً أنك أنت الذي أضعت الفرصة الذهبية من يدك عندما واتتك صبراً يا مظفر الدين صبراً الأيام بيننا صبراً بأميرنا مظفر الدين صبراً بأميرنا مظفر الدين صبراً بأميرنا مظفر الدين صبراً بأميرنا أرأيت يا مظفر حب سعب أدب للك هل يألك يا ولدي لحبات الناس أن هذا الحب لم يأتي من فراغي يا أمي بل هو ناجع من حبه لهم وهو أقرب الطرق إلى قلوبهم والوصول إلى الحكم الأمثلة أنت تعلم كم أحب هؤلاء الناس أباكم العظيم لأنه حكمهم بالمحبة والعدل وإني لماض على طريق أبي رحمة الله عليه وسأكون دائماً وإن شاء الله أنت حسن ظنهن بوركت أيها الأمير إننا نخبط شعب أمبيل على محبتي لك شكراً لك يا أمي الحالة عاش أميرنا مضطر الدين عاش أميرنا مضطر الدين عاش أميرنا مضطر الدين عاش أميرنا مضطر الدين ما أسعدني بحقر هؤلاء الناس أرجو أن يعين لله على أسعدهم والحالة بأميرنا مضطر الدين عاش أمير مضطر الدين عاش أمير مضطر الدين الخير والبركات على يد مضطر الدين عاش أمير مضطر الدين عاش أمير مضطر الدين إنها ثورة وليس ابتهاجاً إنها ثورة على طريقة ممارسة الحكم ولكن يا جهاد الدين كيف أجروا رئيس الشرطة على أن ينفذ الأمر دون الرجوع إلي استدعاني الأمير مضطر الدين وأصدر علي الأمر بعد توليته الحكم ألا تعلموا رئيس الشرطة أنه لا ينفذ أمر إلا بإجازته أم تراك نسيت هل أنت تابع لمضفر الدين أن تابع لي نحن كلنا نتبع الأمير مضفر الدين إذا نعتبر نفسك منذ الآن معزولا لكي تتعلم من الذي يحكم أنا المضفر أمرك يا سيدي انتظر انتظر يا برعان اسمع يا قيناس اسمع ان برعان الرئيس الشرطة قد أخطأ هذه المرة لأنه لم يحسن التصرف وله عذر أما الآن فقد أدرك من الآمر الناي إني آسف لما حدث يا سيدي وقد يكون عذري أن الأمير مضفر الدين هو الذي دعاني إلى تنفيذ أوامره دون الرجوع إليكم انصرف انصرف الآن إلى عملك وليفعل الله ما يريد ما هذا الذي تفعله يا قيماز أنه لا يستحق إلى القتل كيف يفعل برهان ذلك وكنا نعلم أن قيماز الداهية الذي يقود سياسة الحكم يسقط هذه الصغطة كيف ينفذ أمره دون الرجوع إليه بل كيف يصدر مضفر الدين أمرا دون الرجوع إليه لقد تصرف اعتمادا على أنه أصبح الأمير المتصرف يا قيماز ومنذ متى كان هو المتصرف في أي شيء وقد كان صبيا صغيرا لا يعرف من أمور الحكم شيئا فعلمته وربيته حفاظا على عهدي الذي أخذته على نفسي لأبيه وموفاته أنني كما كنت سندا له سأكون سندا لأولاده قد قلت لك مرارا يا قيماز إن كل شيء بقدر الإخلاص بقدر المجد بقدر ماذا لكنت عملت حساب نفسك يوم أن كان كل شيء بيتك اسكت يا خديجة ماكي بهذا الكلام تزيدين من غضبي ومن ثورتي وماذا فعلت ثورتك إن الشيء الوحيد الذي فعلت هو أنها جعلتني أخرج من منزلي حبا في مضفر الدين خديجة ليس الآن ليس الآن إذن متى متى إن كل الناس في الشوارع كل أهل أربيل يهتفون لمضفر الدين مضفر الدين وكأنهم لا يعلمون شيئا عن جهاد الدين قيماز وكأنه لم يحكمهم ولم يكن حريصا على حكمهم مع أن له أياد على هؤلاء الناس ولكن ماذا أقول هكذا حال الحكام عندما يتركون الحكم أو يتركون الحكم لك كل الحق يا خديجة ولكن علينا أن نبحث ما يجب عمله أقصر في المفيد فالكلام لم يعد له مكان الآن معك حقني أخي إن الكلام لم يعد له مكان الآن لقد أفلاتت الفرصة كلا لم ولن تفلد أي فرصة أتركنا الآن يا خديجة أو سمطي لقد كان دائما يرفض الكلام معي عندما تجي ثيرة مضفر الدين أو الحب والآن قد رأى بنفسي من فينا المحق من فينا المحق من فينا المحق إلا اسمه مضفر الدين مضفر الدين مضفر الدين مضفر الدين فلما اشتد ساعده رماني لذلك يجب علينا التصرف السريع لقد منعتك من طرد برهان رئيس الشرطة ولم تسأني لماذا لماذا لأنك بذلا من أن تطرده لأنه خالف أوامرك وسامع أوامر مضفر الدين نجعله يخالف أوامر مضفر الدين نفسك فيطرده يا لك من داهيتني علي الدين لقد أعماك الإخلاص عن تبصر نفسك وتبصر مصلحتك ومصالح من معك إن أولئي الناس جميعا من مصلحتهم أن تمسك أنت مقاليد الحكم آه يا قيماز آه يا قيماز لو كنت سمعت النصيحة أصبحنا لا ندري ماذا سيفعل غدا ولا متى توقف لن يتوقف يا علي الدين لن يتوقف لقد قلت لك يا قيماز إن كل شيء في يدك الحكم في يدك السرطة في يدك فانتهسها ولكني كنت كمن يضرب في حديد بارد خديجة إن هذا الأمير في غاية الدهاء لأنه حينما يعزل رئيس بيت المال فإنه بذلك يوجه رسالة إلى كل من يخالف أوامره وكل من يقف في وجهه سوف يلحقه برئيس بيت المال لقد عزله لمجرد أنه احترد على رفع المقوس إذن ففي وسهه أن يعزلني أنا الآخر طبعا إن هذا ليس ببعيد نعم إنه في وسهه أن يفعل أي شيء وبالمناسبة إنك لم تذهب إليه منذ أكثر من أسبوع وهذا غير سليم لأنني حزين لما يحدث رحمك الله يا زين الدين كان لا يفعل شيئا إلا بإذنه عليك أن تكون دائما بجوارك لقد نصحته بذلك مرانا وأعتقد أنه لا يرفض ذلك فأنت ما زلت نائما للحاكم فلماذا تبتعد؟ كن دائما على مقربة منه ولا تجعل يحسب أنك بعيد عنه ولا تعرضه جهارا ولكن سرا يقولون في الأمثال عدو واحد من داخل الضهر أخطر ألف مرة من ألف عدو خارج الضهر كبل هذا الأمير بدهائك قبل أن تنوى مخالبه ويطيح بالجميع مولاي السرطان صلاح الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً بسلطان المسلمين صلاح الدين معاهرة الصلح بين السلطان صلاح الدين وملوك وأمراء الفرنجة الملك جي الملك بوردوين الأمير ريني وأرنام بسم الله الرحمن الرحيم يا أهالي أربيل يا أهالي أربيل نعلنكم بأنه قد تم توقيع هدنة بين صلاح الدين والطريبيين لمدة أربع سنوات يا أهالي أربيل نعلنكم بأنه قد تم توقيع هدنة بين صلاح الدين والطريبيين لمدة أربع سنوات أيها الناس أيها الناس أيها الناس أيها الناس أيها الناس تم توقيع مغاهدة الهدنة بين السلطان صلاح الدين والفرنجة بارك الله في أميره صلاح الدين وأياده بنصر من عنده أيها الناس وهكذا يا أمير الجند علينا أن نجند كل الكوة علينا أن نجند الكبير والصغير حتى نكون دائما تحت إمرة أمير الموصم الأمير الزازي ولكن إذا جلبنا كبار السن فقد يقلل ذلك من قوة مجموعة لأنهم بطيءوا الحركة ويعيقون صغار السن عن التقدم إن حبهم لأربيل والموصم سيرجعلهم سريع الحركة إن كان لابد فلهم مؤخرة ليقوموا بعمال مساعدة إن صلاح الدين يستعدوا للحرب ليس مع الفرنجة فقط ولكن أيضا طمعا في أن يضم الموصل إليه حتى يكون جبهة عربية موحدة ضد الفرنجة ولمانع عنده من أن يحارب في الجبهتين معا لهذا الهدف الأمير غازي مهتم بمصالحه الإقليمية دون النظر إلى مصالح الأمة ككل وهذه نظرة قاصرة في أن يغلب مصالحه الخاصة على مصالح ومستقبل الأمة عفوا يا مولاي إنك بذلك تخرج عن البيت الذي كان ولاء آبائك له إن أولائي وولاء آبائي من قبل كان لله وللإسلام ولأمة المسلمين وأرى أن الأمة الآن تلتف حول صلاح الدين الذي يتصدى لمحاربة الفرنجة على أي حال كلنا يحارب الفرنجة ولكن كل تحت رايته لا تحت رايت صلاح الدين أما كبار السن يا أمير الجند فقد خاربوا في شبابهم مع والدنا ومع الأمير عماد الدين زنكي رحمهم الله وقد انتصر انتصارا مؤزرا في معركة الرهى على الفرنجة ما رأيك يا ابن نافع الحق ما قاله مولاي ولكن ألا يذهب مولانا الأمير إلى سيف الدين غازي في الموصل لتقديم واجب الشكر جزاء توليتك الإمارة أنوي ذلك إن شاء الله في أقرب فرصة بل إني أستعد للسفر فعلا خلال الأسبوع المقبل ولكن أين جهاد الدين قيماز إنني لم أره منذ فترة ولابد أن يأتي معي للسفر إلى الموصل لزيارة الأمير غازي لعله مريض يا مولاي كان مريضا واجب علينا أن نعوده ونسأل عنه إن شيئا لا يمكن أن يؤخر جهاد الدين قيماز عن الحضور إلا إذا كان مريضا إنه نشيط جدا دعوب على العمل محب له ومولاي طبعا يعرف ذلك أكثر منا منذ أن كان قيماز واصيا على العرج إنه شخصية نادرة فعلا أنا لا أنسى وقوفه جانبي أثناء الوصغرية وتدريبه لي على مهام له هذا نادع من حبه لبيت زين الدين كلنا مدينون لبيت زين الدين فلتسأل عنه يا ابن نافا إن كان مريضا ذهدنا لزيارته أمر على الديار ديار شمس أقبل ذا الجدارة وذا الجدارة إني غاضبة لماذا يا شمس النهار وضوء الليل؟ أنت مخادعة تحبني وأنا أمامك وعندما أغيب عنك لا تذكرني أنت شمس لا تغيب يا شمس إذن لماذا لم تسأل عني منذ مدة؟ أنا لم أسأل عنك عشرون يوما مضت لم تحاول أن تسأل عني عشرون يوما قاسر مضت علي وكانها عشرون عاما كنت أشوق في حبك لي كيف؟ لأنك سافرت إلى عمتك في الموصل مع أبيك دون أن تفكري في الأخر وأنت كذلك كنت مصرفا عني قبل سفري لدرجة أنني كنت أعتقد أنك لا تحبني لا والله لم أمصرف عنك ولكنك تعلمين أن مضفر الدين عندما تولى الولاية ومارس الحكم كان بحاجة إلي لأكون بجانبه وهذا ما كان يمنعك من مقابلة كثيرا لا يا شمس لا شيء يمنعني عنك لأني أعلم أنك تتمنينا لمضفر الدين النجاح كما أتمناه أنا نعم نعم ولكني تأثرت منك وقلت في نفسي إن يوزف لم يعد يمنل إليه كيف أتطرق هذا الإحساس إلى نفسك؟ لأن المحب دائما يسأل عن محبوبي يا حبيبتي يا شمس إنني أنتظر اليوم الذي يضمنا فيه منزل من الجديد كل ركن فيه سيقول إن يوسف يحب شمس وهل عواطفك ستظل هكذا حتى بعد الزواج؟ ستبقى عواطفي كما هي لأني أحبك لأني سأكون لك محببك وأنا لك وحد يا حبيبتي يا شمس حتى إذا شغلتك مهام أخيك الأمير سأنتظرك بكل يوم أبقاك الله لي يا شمس إذن من ذا الذي يحب الآخر أكثر؟ أنا؟ لا أنا لا أنا أحبك أكثر سيدة شمس سيدة شمس لقد حضر سيد الأمير فخر الدين غريب أمرك يا قيماس مضى عليك أكثر من ثلاثة أيام وأنت لم تذق للنوم طعاما أو الطعام دعيني الآن يا خديجة فأنا حزين حزين؟ يا لرقة شعورك يا رجل كف عن هذا يا خديجة قيماس أعيدتك لتفوتك صغيرة أو كبيرة وماذا فاتاني يا صاحبة العقل والحكمة؟ عرش أربيل أيها الوصي عرش أربيل ماذا تعني؟ أعني هل فكرت في عرش أربيل؟ بعد موت الرجل العجوز؟ سديجة تعلمين أن الأميرة مضفرة الدين قد تولى حكم أربيل تحت وصياتي لأنه لم يبلغ سنة الرجل بعد آه تحت وصياتك أجل تحت وصياتي ماذا بك يا خديجة؟ ألم تفهم بعد معاني؟ خديجة هل ستظلين تتحدثين إلي بمثل هذه الألغاز؟ خديجة مضى عليك وقت طويل وأنت تعمل نائبا لزين الدين في حكم أربيل أجل والآن معت زين الدين وانتهى الأمر وأنت الآن تعمل وصيا على هذا الشاب الصغير في حكم أربيل وماذا في ذلك؟ إن كنت لا تفهم ما أعني فأنا أعني أنك أقدر من يحكم أربيل بعد موت الأمير زين الدين كيف؟ هل تعنينا أنني أنا؟ نعم أعني أنه إذا تبين لأمير الموصل عدم مقدرة مضفر الدين على الحكم فهل ويحرك يا مرأة أتدفعينني لأن أخون الرجل الذي قضيت حياتي في خدمته؟ مجرد وشاية صغيرة تنقر التاج من رأسي الصغير إلى رأسك يا قيميس لا حول ولا قوة إلا بالله لقد أقسمت على الإخلاص له ولأولاده من بعده هذه فرصتك يا رجل اختنمها ولا تتردد لا 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 يا خديجة لا لن أخون زين الديني أبدا لقد عهدت ولم أنقض عهدا أخذته على نفسي سيجيء اليوم الذي تندم فيه على أنك لم تستمع إلى نصي سنتنا وإياك أن تتحدثي في هذا الموضوع مرة ثانية لا 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 سوف تسبت لك الأيام يا قيمس صدق ظني سوف تسبت لك الأيام يا قيماس سوف تسبت لك الأيام يا قماس ماذا تريد؟ الشيك ابن نافع بالباب ضعه يا أخي صلاة وطع افضل اهلا يا ابن نافع اهلا ومرحبا اهلا ابن نافع تفضل يا أخي عفاك الله يا رجل اهلا يا ابن نافع ألم بي مرد حين كنت طيلة هذه المدة المرض ابن نافع انا قد توقع لا ذلك توقعتم ذلك وامر الامير مضفر الدين بالسؤال عنك ولو علم بمرضك لحضر هو لرؤيتك يبدو ان الجهد الكبير الذي بذلته للتحضير لحفلات تولية الامير الامارة ثم المجهودة الاكبر الذي بذلته بعد ذلك لقد بذلت مجهودا جبارا فعلا يا قيماز يبدو ان ذلك أفر على صحته اه الله الشافي اتركك في رعاية الله الآن واذهب ليبلغ الامير بذلك بلغ الامير سلامي سوف يحضر لزياراتك يا قيماز ان الامير يسأل عن كل فرد من رعيته صغيرا كان ام كبيرا يا قيماز اتركك في رعاية الله مع السلامة يا ابن نافا حمد لله على سلامتك يا مولاي شكرا شكرا مع السلامة هل سمعت يا خديجة؟ نعم يا قيماز هذه فرصة كبيرة حتى يحس الناس بانك ما زلت قيماز صاحب السلطة والنفوذ انت لم تفهمي اذا يا خديجة قال ابن نافع ان الامير مغفر يزور كل فرد في الرعية كبيرا كان او صغيرا اصبح قيماز الان اي فرد في الرعية وماذا انت فاعل يا قيماز سترينها خديجة لقد بدأت الحرب يا مغفر بارك الله لنا في هذا الامير انظر انظر الى الناس كم هم فرحون ان زيارته لقيماز يذكرني بما كان يشعله والده الامير زيندين رحمه الله ولقد سمعت من ابن نافع انه يزور اي مريض في ارضي انني والله لفخور باميرنا وبعد عدته سوف ينظم جيشا ليشترك به مع الامير غازي ضد الفرنجة قال لي ذلك الامير فخر الدين وهل سيشترك مع الامير صلاح الدين ام لا يبدو ان الامير غازي لا يريد ان يتحد مع صلاح الدين لذلك فان ارناطى ابو الفرنجة يتربص في الكرة للقوافل الذاهبة الى الشام والقادمة منها سمعت ان ارناطى يهدد السلطانة صلاح الدين بالاستيلاء على كل القوافل التي تسافر بين مصر والشام دائما ارناطى هكذا لا يفي بوعدي ولا يسقب عهدي اذا لماذا وقع معه صلاح الدين اهدنة لاربع سنوات قادمة ماذا يصنع صلاح الدين منذ شهور مضت خابر صلاح الدين جنود الفرنجة في مخاضة الاحزان فهزموه اتدري لماذا هزموه لانهم كانوا الاقوى كانت يدهم فوق يده اذا كان الامر كذلك فلابد ان يعمل على تقوية جيشه هذا هو ما افعله الان بالضبط ولكن بطريقة عملية كيف بدأ صلاح الدين في مهادنة الفرنجة لمدة قصيرة محددة اربع سنوات لا تحسب في عمر التاريخ ولكنها عظيمة القيمة بالنسبة له في يقيني ان صلاح الدين وهو يوقع الهدنة مع ارناط كان يعلم تماما ان ارناط سيخرق هذه الهدنة باي طريقة لله در صلاح الدين انه لقائد عظيم وفي هذه الاسناء يعمل صلاح الدين على جمع شمل الامة الاسلامية بدأ بمصر ثم دمشق وبعدها يأتي دور حلب والموصل وديار بكر وغيرها وبعدها يقع في صدام هائل مع الفرية مولاي الملك العادل هل ان ترى اخي صلاح الدين يدخل من الباب الخارجي؟ ان مقدم مولاي صلاح الدين الايوبي يجعلنا نشعر به قبل ان نراه كيف؟ لا تنسى يا مولاي العادل اننا حتى هذه اللحظة نقيمه في قسور الفاطميين وحتى الامس القريب كانت لاشعين فورة ضد الايوبيين وصلاح الدين الايوبي من الفتمة بحيث لا يقبل وحده مولاي السلطان صلاح الدين عجبا ان يقبل وحده هذه المرة حقا لقد ايقن صلاح الدين ان ملك مصر قد صفى له وحده ولم يعد له منازع فيها مولاي السلطان صلاح الدين مرحبا مرحبا يا اخ العادل اهلا بك لابد ان امرا جللا قد جاء بك فما هو يا ترى ان امور الفرنجة وحرصهم على اتحاد اماراتهم الاربع لمن الامور التي تقلقني كثيرا وليس ذلك لمخاوثي على الملك الذي ساقه الله الينا ولكن لاننا اذا لم نعمل على طرده من الشوق ساعملونهم على انتزاعنا من بلادنا او تحسب امرا بالغ الخطر كهذا يغيب عني والله اني لم اتطلع الى الملك بدافع الطمع ولكني رأيت في نفسي كفاءة استطيع بها ان اعلي كلمة الله وان اطرد شبح الخطر عن امة المسلمة فشمرت عن ساعدي فمن يدري قد اكون منصر الدين والدنيا كما يطيب لاحباء تسميته يا اخي اذا كانت همتك قد سمت بك هذا السمو افليس من الاجدر بك ان تعمل على توحيد امة لا اله الا الله ان هناك عقبة كاودا امامي وما هي هناك في الموصل سيف الدين غازي سليل بيت آل زنكي وهم اصل لقمتنا اطمع الملك قد اعمت عينيه عن ان يضع يده في ايدينا وهو بهذه النظرة قاصرة يحول بيننا وبين الاتحاد وهل سنتركه يمزق صف الامة ويقف عقبة في سبيل اتحادها اسمع يا اخي العادل ان صلاح الدين الايوبي رغم شدة وفائه ولقة مشاعره ونقاء دينه فانه على اتم الاستعداد لان يضحي بك وانت اخوه بل وبابنائه في سبيل اعلاء كلمة الله الامير سيف الدين غازي امير الموصل وفي مواجهة هذا الصلح الذي عقده صلاح الدين مع الحلبيين ارى انه دعم موقفه ثم بدأ يتقلع الينا في الموصل اليس هذا ما يعنيه مولاي بالضبط يا شرف الدين ولا تنس ان صلاح الدين قد هزم عسكرنا في تل السلطان وبوسعه ان يسهو بانتصاره علينا مولاي وددت لو عرضت رأياني تفضل يا شرف الدين اعني يا مولاي لماذا لا نحظو حذر الحلبيين ونعقد صلحا مع صلاح الدين اجل هذا ما اعنيه اتراك تهذي يا شرف الدين انك قطعا لا تعي ما تقول ان ما اعني يا مولاي ان نفكر جبهة مع صلاح الدين لتقف في وجه الفرنجة كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاته يا شرف الدين ان هذا العرش قد اقامه جد يا عماد الدين زنكي بعد كفاح عظيم وجهد متصل اعلم ذلك يا مولاي وكل من في الموصل يعلم ذلك ولكن وقوفنا مع صلاح الدين ننا اذا ضمننا الى صلاح الدين فسوف ينتهي كل شيء وتنتهي امارة الموصل كيف يا مولاي كيف سوف يذوب العرش الزنكي تحت راية صلاح الدين الذي كان مجرد جندي في جيش شد عماد الدين زنكي اشتركوا في القناة